في سؤال هو السؤال العريض عند جمعية نادي الأهل الأهل بيكسب وأنا قلت إن دي ميزة إنك بتقدم مستوى جيد أو متقدمش مستوى جيد وتعرف تكسب ده نجاح كبير جداً للمدرب واللعبين بس أداء الأهل محير المستوى محير يعني ما تقدرش تقول إيه مع النتائج العظيمة اللي الأهل بيعملها في البطولة الأفريقية أو الدولة دلوقتي إنه الأهل بيعمل كورة جميلة أو كورة عملياً عظيمة ليه؟ المشكلة المشكلة عاش تقدر توصل للمرحلة النتائج الجيدة اللي بيعملها الأهل فعلاً والأداء الجيد كمان بص أنا شايف إن الأهل عنده سكواد كبير ولكن فعلاً فيه جزء كبير جداً من لعبة النادي الأهل مرهقة وتعبنة جداً فكان طبيعي أنا شايف إن المسلماني قراره إنه يعمل روتيشن في الماتش ده قرار إلى حد كبير ده تحديداً عالي معلول صائب عالي معلول كان بيسحب علي خلاص بقى كفاية عالي معلول خلاص مش قادر خلي بالك إنه عالي معلول زيه إذا لعبت نادي الأهل في المنتخب لما الدوري بيقفى بيلعب مع منتخب تونس ده مش بس كده ده عالي معلول حتى في الموبارات اللي كان بيحصل فيها روتيشن في الدوري للأهل كان هو الواحد اللي ما بيطلعش بزبط الحقيقة ودي نقطة تقول إيه إن كريم فؤاد لعيب بيكتهت كتير جداً لما بيلعب باكلفت محمود وحيد لعيب بيكتهت كتير جداً ولكن دايماً بتحس إن الفرق ما بين كواليتي عالي معلول مع كامل الإحترام الاثنين كبير فعشان كده عالي معلول مش من اللعيبة اللي سهل يتعمله روتيشن في الأهل ولكن واضح ناوس تنزف بدنياً أنا بشوف إن أهلي محتاج يوصل تاني لتثبيت طريقة اللعب أنا دايماً بحس إن طريقة اللعب بتاعت النادي الأهلي واللغبطة اللي حصلت من أول سيزن لغاية دلوقتي دي أحد الأسباب المهمة جداً 3-4-3-4-3-3-4-2-3-1 كل شوية تغيير في تريتك 4-4-2 أحياناً 4-4-2 أحياناً مثلاً في ماتش سانداونزل تاني اللي جاء اللي كده عشان عايز تعدل في النتيجة ولكن في الآخر أنت لازم يكون عندك باترن ثابت صح آه حلو إن أنا النهاردة يكون عندي من المرونة إن بحتاج في وقت من الأوقات إن أنا رجع حمدي فتحي في ألابة 3-4-3 لأ أنا حال عب 4-2-3-1 عشان عايز أهاجم ولكن ما ينفعش كل ماتش أنت بتحس كده الأول بدأت بأربعة 3-4-3 كتير وكان الأهلي في الفترة دي من أحسن ماتشات الأهلي في السيزن ده لو تفكر في بداية الدوري بعدين 4-3-3 على فترات ماتشات معينة ومنهم ماتش مثلاً سانداونز اللي في القاهرة اللي الأهلي عمل فيه ماتش كويس جداً في دوري المجموعات وبعدين 4-2-3-1 وسابت 4-2-3-1 صحيح فبالتالي أنت عندك عناصر هل هو بيعمل كده عشان عايز أستفيد من أفشا عايز أستفيد من عبدالقادر عايز أستفيد من اللعيبة دي كلها تكون تحت محمد شريف عايز بس قبل ما أروح للختم أسألك على كريم فؤاد كريم فؤاد المباراة تانية على التوالي بيقدم مستوى جيد مع النادي الآتي دفاعياً وهجومياً رأيك كيف أداءه كريم كريم لعيب بروميسين جداً لعيب كويس الفكرة كلها بقى إنت لما تجيلك فرصة تمسك فيها أنا دي وجهة نظري يعني ودائماً إحنا بنخش في النقاش بتاع الباكرايت بتاع منتخب مصر بالضبط كده أنت النهاردة عندك فرصة كبيرة جداً أنا قلت كده النهاردة قلت إحنا أنا يعني إيه لا بتحسس الباكرايت الديني بقى باكرايت في مصر يلا يا كريم شد حيلة وكريم بقى باكرايت وكريم باكليفت كريم بيقدر ليلعب الاتنين فكل بالك كريم بك شوية اجتهاد وتركيز ممكن يبقى بديل الأول لعلي معلول ويمكن يبقى هو الباكرايت الأهلي مندي الأهلي ولكن كريم بيتحسن كتير جداً كان محتاج لثقة بتاعت المتشاط اللي فاتت دي عشان يبقى عارف أن أنا نهاردة ممكن يبقى ستاندينج وأنا ألعب لا لا محمد هني لما يرجع من الإصابة أنا حقدر أكمبيت هو فعلاً في أمبي أو حتى مع النجوم كان يلعب الباكرايت دي بامتياز ويلعب كليفت باك بامتياز عندوش مشكلة في الاتنين هي الفكرة كلها أنه هو عارف أوجبات المركز هو لعيف حريف عنده ووركريت كويس دفاعياً بيعرف كمان يقف يتمركز كويس ودي نقطة مهمة أن أنا ما بقاش باكليفت أو باكرايت وأنا مش عارف أن أوقف فيه